اشتركوا في القناة غياب مهدي زفان بداعي الاصابة نتمنى ان شاء الله الحليمية يكون في المستوى ويقدم مقابلتين ممتازتين للمنتخب الوطني الجزائري ايضا خبر اخر ادم الناس بعد انتقاله لكالياري يختار الرقم 37 اذا بالتوفيق لادم الناس ومزيد من التألق مع نديه الجديد كالياري عنوان استفزازي من جريدة نايجيرية هذه الجريدة اسمها العنوان النصور الخارقة على استعداد لتناول ثعال بالسحراء مجرد مقابلة ودية لكنها نشوفها مقابلة كأنها مقابلة انتقامية او من شيء من قبيل هذا يعني رد الثعر مقابلة ثعرية النصور الخارقة على استعداد لتناول ثعال بالسحراء نشوفوها يعني عنوان مستفز جدا ان شاء الله محرز يعود الهدف التاريخي ان شاء الله انتعوه وان شاء الله نشوفو لعبكم اللي مزال ما ناضش ان شاء الله من نومو نشوفوه ناضر اذا يعني عنوان باين من البداية عنوان استفزازية بمتياز وفق اللي ان اف اف يعني معناها الاتحادية النيجيرية فان الاجواء في فندق سوبر زيت اندر غلان بمعسكر اا اغرس يعني نصور النيجيرية مفعمة بالحيوية بعد وصول اللاعبين المدعوين كما ان هناك ثقة قوية في مزيج الصبية يعني لاعبين جدد اللي جابوها من الايفا والاديزناف والاديسات لاعبين يعني صغار فالسن لاعبين للمنتخبات الشبانية النيجيرية والافعال الجديدة قادرة على قلب الجزائر وتونس صاحب المركز الثاني في القارة في مبارتين وديتين يومي الجمعة والثلاثة من خلال المدرب النيجيري جيرنت روهر تم تعزيز دفاع الفريق بقائد منتخب المانيا السابق اقل من يعني عشرين سنة كيلفن اكبو جوما اكبو جوما هذا اللاعب اللي الانتقال الى نيجيريا مثل ما تشاهدون في الصورة هذا اللاعب يلعب كان يلعب سابقا في المنتخب الالماني اقل من عشرين سنة واللاعب الحالي اللي نادي هوفنهايم الالماني لم يخسر خصوم سوبر ايجلز يعني نيجيريا يعني هنا هنا شوفوا هنا العنوان الثاني للسطر هذا فيه استفزاز لم يخسر خصوم سيبر ايجلز نيجيريا باستثناء حامل اللاقب على الارض الملعب يعني المنتخب اللي عيواجهوه نيجيريا ما خسرش معادة الجزائر باقي اللي خسرت وتونس يعني ما خسرتش هاي تونس خسرت خسرت نصف نهائي مع سينيجال ومبعدها في المقابلة الترتيبية ايضا خسرت مع نيجيريا لكن هما قصدين الجزائري استفزاز للجزائري يستفزون بطل افريقيا بطريقة ممنهجة ومتعمدة يعني اللي يقرأ المقال وراح نخلو لكم الرابط ان شاء الله اللي يحب يقرأ بالفرنسية وبالانجليزية او يترجمها بالعربية اللغة لتساعدوا راح ينتلقوا فيها ممنهجة كلمات ممنهجة للاستفزاز ليقرأ مليح ويفهم ويدير التحليل يعرف باللي هذي جريدة تستفزج المنتخب الوطني جزائري وبطل افريقيا بطريقة ممنهجة يعني الخصوم اللي يلعبوا معهم ما خسرناش ما عدان جزائر باكل اللي خسرت وني تونس هاي خسرت تونس لعبت نصف اللي هاي مع سينيقال وخسرت ومعين يجير يبقى بلات ارتبية وخسرت يعني بطريقة ممنهجة خبطي راح نتأكدوا احدى مباريات تصفيات مؤاهلة لكأس أمم افريقيا 2019 خارج أرضهم في جمهورية البينين في اكتوبر 2018 يعني خسارة واحدة لخسر منتخب الوطني للمعروفة هدف دي سفر مع منتخب البينين قبل ذلك ايضا يرجعونها ثاني للذاكرة يعني جورج لي كينز الخسارة الكبيرة لخسرناها ثلاثة واحد قبل ذلك بعامين تعرضوا للهجوم بنتيجة ثلاثة واحد من قبل السوبر ايجلس في مباراة تصفيات كأس العالم 2018 في اويويو ايضا يرجعونا ايضا للا يعني يخضروا الى الخصائر تواعنا يعني هنا طريقة ممنهجة ممنهجة متعمدة يعني حابين يبينوا بلي جزائر هذا منتخب ضعيف دايما يخسر معلش ان شاء الله نشوفوا مقابلة ودية وشوفوا وشوفوا رفقاء رياض محرز يبينلكم من الفريق المنتخب الضعيف انهى الفريق المباراة الاياب اقسمتنا واحد واحد عهد ماجر واحد واحد مقابلة كانت نوعا ما شكلية لانها نيجيريا متأهلة للكأس العالم على الرغم من ان النصور قد اختاروا بالفعل تذكرة كأس العالم الوحيدة من المجموعة قبل تلك المواجهة يعني تأهلوا تأهلوا الى كأس العالم يعني هم كانوا السباقين كانت عبارة عن مقابلة شكلية فقط لذلك من المتوقع ان تكون مباراة صعبة على السوبر ايجلز يوم الجمعة لكن المدرب جيرنت روهر لديه ايضا في فريقه الكابتن احمد موسى والكس ايوبي ووليام تروست اي كونغ وصامويل تسوكويزي وكينث اوميرو لالهام فريقه يعني هذا من الكاتيبة او الاعمدان المنتخب النيجيري اللي ذكرون في المقال يعني هم اللي راحين حتى يكون غيابات لكن يقدروا يتصدلها لسوء الحظ سيتعين عليه الاستغناء عن المهاجم المكهرب فيكتور اوسيمين هذا فيكتور اوسيمين اللي راح من ليل الى نادي نابولي الايطالي المهاجم من اصحربة وخط الوسط وفريد نديدي المصاب لاعب لستر سيتي لاعب الدوري النرويجي مثل ما تشاهدون في الصورة وشيديرا إيجوكي لاعب هرن فين الهولندي سابقا مثل ما تشاهدون في الصورة والآن واللاعب حاليا لنادي سيسكا موسكو والقائد السابق للمنتخب النيجيري الاقل من 17 سنة واللاعب الحالي لنادي سالتزبورغ النمساوي لديهم الفرصة لإثارة إعجابها سامسون هذا اللاعب المنتخب أقل من 17 سنة لنيجيريا واللي يلاعب في نادي سالتزبورغ هو سامسون لديهم الفرصة لإثارة إعجابها إن شاء الله نشوفه مقابلة اللي تليق في المستوى الفريق بالمنتخبين وإن شاء الله الاستفزاز هذا رح يرد رفق رياض محرز في أرضية الميدان بالأداء والنتيجة بالأداء والنتيجة لكي يتوقفوا هذه من الصحافة لنيجيريا لإستفزاز منتخب باش يشوفوا منتخب اللي يضحكوا عليه لإقصاها من نصف النهائي أيضا راح يزيد إن شاء الله بالطريقة أو بالأداء أو باللعب الجماعي راح يبينلهم باللي ما ما تأهلناش نصف النهائي مجرد حظ أو مجرد يعني ضربة حظ للركلة مخالفة محرس فقط بل بعمل المجموعة نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني في مقابلة نيجيريا وفي مقابلة المكسيك وإن شاء الله بعد مقابلة نيجيريا راح نتكلم على بعد إن شاء الله الفوز إن شاء الله على نيجيريا راح نتكلم على حيثيات المقابلة إذا بالتوفيق لرفقة رياض محرز ومنتقنا مع مزيد من الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته